يعني النهاردة الهيئة الوطنية للإعلام تنفي ما تدوالته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كما جارت العادة بإيه بقى؟ أن هناك توجه بنقل ماس بيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية جبتوا ده منين؟ بجد منين؟ هي دي بالمناسبة عشان برضو الواحد ده مش أول مرة تطلع تقريبا نفس ذات الشائعة على هذا المبنى العريق الكلام ده بيتقال بقاله يجي عشر سنين هياخدوا ماس بيرو ويحولوا قتال هياخدوا ماس بيرو ويعملوا مول تجاري هياخدوا ماس بيرو ويقسموا شق سكنية بقالنا عشر سنين النوع ده من الشائعات مستمر مش من 2000 و13 بس عشر سنين طيب وهنا فتش عن مين اللي ممكن يبقى له مصلحة انه ده يتعمل وهفكرك بمتولي عب مقصود خد بالك متولي عب مقصود اللي في المرحلة الحالكة تولى مهمة وزارة الاعلام في مصر اللي هو كان مسمي نفسه صلاح اوه في البطاقة اسمه متولي مش عارف هو مسمي نفسه صلاح ليه يعني شيء غريب قوي يعني مهم مش دي قصة فمتولي فمر من المرات قالك ايه قالك لن نسمح ببيع ماس بيرو متولي عب مقصود اخوان كدر منظم منظم من ايام ما كان مسؤول عن تحرير مجلس مهم جلة الزهور بتاعت الاخوان الزغانتاتين الزهور بلدي مهم بلدي بلدي يعني سيبك من دي فعمك متولي لا عمك مين عم نفسه فمتولي بقى قالك لن نسمح ببيع ماس بيرو هو مين قال لن ماس بيرو هيتبع اصلا ومين اللي يسمح ومين اللي ما يسمعش فيفضل فيه اعادة تدوير للشائعة وهنا بتأكد الهيئة على ايه هذا الامر غير صحيح ده واحد اثنين المقر الحالي لمبنى ماس بيرو قائم كما هو مستمر في تقديم كافة خدماته الاعلامية بشكل طبيعي وباعتباره رمزا حضاريا وتراثيا احنا هنا فينا جماعة مش احنا في ماس بيرو ولا انا مش حاسس بالزمان والمكان ما انا في ماس بيرو مش انا في استوديو عشرة الشهير اللي صور فيه الاساس فاهم عبد الحميد وصور فيه كل مخرجين مصر وكل اكبر مسلسلة انا في نفس المكان ما تحركناش خالص رعفة الهجان وضمير قبل حكمته هوانم جاردن سيتي كله 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 بص كله انت تفرقت عليه في التسعينيات تقريبا اتصور في المكان تسعيات وتمانينيات وفوزير نيلي وفوزير شريهان وسامير غانم ويحي الفخراء كله كان بيصور هنا سيبنا من تاريخ هذا الاستوديو العظيم يعني الذي يدعو للفخر لكن هرجعك وانا لسه في نفس الاستوديو يا جماعة انا مش موجود في المدينة ولا موجود في العاصمة الإدارية وبيخلصوا الشغل وبيروحوا على البيت الى اخير بتضيف الهيئة الوطنية للاعلام ان لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة زيها زي كل المؤسسات والهيئات الحكومية للقيام بممارسة بعض الاعمال من تغطيات اعلامية نقل مباشر لكافة الاحداث بلد هيبقى او مدينة عاصمة إدارية هيبقى فيها مقر الحكومة معقول ما يبقى ليش هناك مقر يعني انا عايزك تتصور كده اخذ بعضي كل يوم مثلا سيبك من يوسف انا الهيئة الوطنية الاعلام زملائي مرسلين مقدمين برامج مدرين تسويق كل يوم بقى لو في حدث مهم وهيبقى في حدث مهمة بطبيعة الحال كتير فياخدوا بعضهم كل يوم يروحوا يصوروا ويرجعوا له هنا تاني اكيد لا هيبقى في حاجات لازم تستلزم ان يكون في مكان ومقر وبعض المعدات وبعض الناس اللي هتشتغل الى اخره موضع طبيعي طبيعي ومن هنا بتناشد الهيئة وسائل الاعلام المختلف ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الاخبار النوع ده من الاخبار وطبقا للهيئة يؤدي الى بلبلة الرأي العام تأثير على سير العمل في هذه المؤسسة انت متصور الناس اللي هنا ايه اللي ممكن يدور في الازهان لما تقول لهم خلاص يا جماعة انتوا هتنقلوا العاصمة الادارية ما هيقعد يفكر خمس تلاف مرة يا اخي المسألة ما بتجيش كده فلو سمحته بلاش نقعد جو ايه شير انت بتشير عمياني طب مش تشوف الاول مش تتأكد مش تتيقن المسألة ما بتمشيش كده لما نيجي نقول انه فاكتر من موضوع في اكتر من مرة والكل دايما بيتكلم على ده الوعي ثم الوعي ثم الوعي لازم نبقى عارفين كل حاجة احنا بنعملها وبنقولها تأثيرها ايه ايجابي كان ولا سلبي المسألة القديم كان يقولك لسانك حصانك انصنته صانك وانهنته هانك الرسول عصوه السلام وصى بمسألة ما يخرج على اللسان خلي بالك ده ممكن يدخلك النار لكن انت معتبر انه ده مش على لساني ده اصل الفيسبوك يا عم كل ده لسانك هتقولي مش انا اللي عامل الخبر طب شايرته ليه وما شايروش ليه طب ما تتأكد افرط صح وافرط غلط شغلتي هتجيلي كده هجيلك كده شغلتي والله فتا افرط صح مش لازم نعرف الناس طب وافرط غلط مش لازم برضه تتأكد قبل ما تشارك في انك تروج لشائعة ما ما سبيره ده حاجة كبيرة قوي 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 مش بس عند مصر ده عند العالم العربي كله ما سبيره ده اهم مبنى للبث الازاعي والتلفزيوني في العالم العربي ما كانش اول تلفزيون في المنطقة العراق كانت بنية تلفزيون قبلنا وعمل التلفزيون انسات اربعة وخمسين حلو لكن حتى اخواتنا في العراق اخواتنا في الخليج اخواتنا في شمال افريقيا اخواتنا في افريقيا نفسها كلها ما سبيره ده بالنسبة لهم حاجة كبيرة علامة بالنسبة للناس اللي زي حالتنا لهو جينا واحنا صغنططين كده انا كان عندي 23 سنة لما جينا هنا جينا واحنا دخلين ما سبيره ده محراب يا جماعة ده معبد ده كبير فلما نيجي نتكلم في حاجة كبيرة ما فيش داعي تحت اي ظرف من الظروف ان احنا ايه ما بين بين ما نعكش ما ننخبطش الدنيا